بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله يفعل ما يشاء بسم الله بركة وشفاء بسم الله الذي لا يضر ولا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته عاش الناس في رمضان في طاعة في صلاة في صيام في صلاة تراويح في جود وإنفاق في سبيل الله في كلم طيب عاشوا مع ذكر الله تعالى عاشوا مع الاستغفار عشنا مع الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مجمل أعمال الطاعة والعبادة والقرب من الله كانت متوفرة مع جميع الناس لما خرجنا الآن من شهر رمضان أقول إن الجفاء كل الجفاء أن نعبد الله في رمضان ثم نترك عبادته بعد رمضان لا كنا نذكر الله تعالى والذاكر مولاه سبحانه وتعالى وهو صائم حتى وهو صامت له أجره وثوابه لكن ذكر الله على الدوام له منزلته إن نبينا صلى الله عليه وسلم وقد خرج على الصحابة وهم يذكرون الله فقال آه الله ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما حبانا من فضل على ما هدانا للإسلام فقال سيدنا رسول الله آه الله ما جلستم إلا لهذا قالوا آه الله أي بالله ما جلسنا إلا لهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنني رأيت الله تعالى يباهي بكم الملائك سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله قال الزاكرون الله كثيراً والزاكرات عشنا مع ذكر الله عشنا مع قيام الليل والتراويح ما أجمل أن نستحضر هذه العبادات بعد شهر رمضان إن شهر رمضان فيه نتدرب فيه نتعود فيه دربة لنا على الصيام بعد ذلك على القيام بعد ذلك على الخلق الطيب في جميع أوقاتنا ألم يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ربنا ينزل في وقت السحر في الثلث الأخير من الليل ينادي عباده ألا من داع فأستجيب له ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلى فأعافيه ألا من كذا ألا من كذا حتى يطلع الفجر سل من ربك وسل ربك ما تشاء ربنا يعرض عليك وأنت الذي تناديه أنت الذي تدعوه جل وعلا وربنا سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء يقول نبينا إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى ألا فلنستقم ألا فلنثبت ألا فإنه من الجفاء أن نعبد الله في رمضان ثم نترك العبادة بعد ذلك يا أهل رمضان إن الله مدح أهل الاستقامة وأهل السبات فقال ربنا سبحانه وتعالى من أواسط سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يا أهل السبات على الطاعة أبشروا بأن الله تعالى سيثبتكم في ختام دنياكم حال الاحتضار سترون الثبات سترون ألسنتكم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يقول الله تعالى من أواسط سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الثبات من أهل الاستقامة وأن يجنبنا لعجاجة والزيغ والضلال بإذنه سبحانه وتعالى بارك الله فيكم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله